اختثنت الهيئة العامة للشباب برنامج مفاتيح الإنتاج الإبداعي والذي يقيمه ضمن مشروع المبادر المحترف أحد المشاريع الخطة الإنمائية للدولة وهو برنامج عمل حكومي واللي يهدف إلى تهيئة الشباب المتدربي لتأسيس مشروع أو حتى شركة ناجحة في قطاع الإنتاج الإبداعي في الجلسة الختامية استعرضوا المشاركين مشاريعهم المميزة في مختلف المجالات وأكيد في حضور مدير عام هيئة الشباب الدكتور مشال شاهين ربيع مختصين أيضا في مجال رياض الأعمال اليوم بيكون معنا واحد من المتميزين اللي شاركوا في هذا البرنامج علي مبارك مشارك في برنامج مفاتيح الإنتاج الإبداعي وأيضا محلل في المعادن الثمينة أياك الله نرحب معكم مشاهدنا في علي مبارك مشارك في برنامج المفاتيح الإنتاج الإبداعي وأيضا محلل في المعادن الثمينة مسيح لك الخير علي مسيت في النور أحسن وسهلا لماذا أقول لك مسيك بالخير ولا مسيك باللون الذهب ولا مسيك بالذهب كله نمسي بكل شي لي بكل شي فراء وذهب وحلو والحين قاعد نشوف الموجة وايد حلوة سنقول هبة جميلة في ما يخص الذهب لكن بعد قبل أن نتكلم أكيد عن الذهب مهم أن نعرف المشاهدين اليوم على مشاركتك في هذا البرنامج على مفاتيح الانتاج بداعي إذا أتكلم بدايتي مع الهيئة العامة للشباب ومثل ما نقول يعني أنا من عيال هي العامة للشباب لأن تعلمت منهم الكثير واستفدت يعني وتعلمت من البرامج اللي يقدمونها فشفت الإعلان لمال مفاتيح الانتاج الابداعي وشفت المحاضر أنه يا رب رحمة يعني الإنسان الشخصية قنيع عن التعريف بالضبط فسجلت وقلت خنا شوف لأن أنا أساسا فيه بمخي مشروع معين وشفت اللي بيقدم خنقول الدورة هذه شخصية يعني جدا ما شاء الله لها بعض طويل يعني في العمل والمشاريع فسجلت فيها نعم إش كثير كان مدة البرنامج بالضبط وشو تعلمته فيه ممتاز ما يقارب إلى ثلاثة سابيع الحلو في برنامج مفاتيح الانتاج الابداعي أنه تعلمنا شون نخلق مشروع من الأشياء اللي نحبها إحنا من داخلنا أنه مو والله أقصب نفسي على شيء لا لا مشروع أنا أحبه أطبغه وكله يكون منبثغ من الأشياء اللي أنا أفضلها بحياتي سواء موسيقى سواء شيء أحبه عضر معين شون أدمجه في مشروعي ويصب في العمل اللي أنا أشتغل فيه وهو خنقول الشغف اللي موجود داخلك يعني تعلمنا في هذا البرنامج أن شون نطلع الشغف اللي داخلنا عليم إن شاء الله لما يكون فيه برنامج مثل مدتها طويلة فوق الأسبوعين يكون أكيد فيه معلومات وايد وبعض المعلومات يمكن أن تسهى أو أنت ما تركز معها وفيه معلومات تركز وتحس أن أنت فعلا ندشيط هذا البرنامج واستفت منه شونه أخي نقول أكثر الأشياء اللي فعلا علمت معاك وبالنسبة لك استفت منها ورح تأخذه إن شاء الله فيه مشروعك إن شاء الله وشوفي أهل حلو في هذا البرنامج أنه مو بس والله تعليم ومحاضرة يعني الشيخ نقول التغليدي اللي متعودين علينا أنه فيه جانب تنفيذي يعني دائم يحرص علينا أستاذ يعرب أخامه عفوا ونسي عليه بالخير أنه دائم يقول لنا أنه نفذوا الحين يعني الشي اللي تتعلمونه الحين تطبقونه وتسوونه وتروحون للبيت وتسهرون عليه وتقعدون وتطبقونه فعلي يعني مثال على سبيل المثال ألوان مشروعك شنو بتكون الحين تنفذت طلع مشروعك أو حسأل الأمور الغانونية الأمور والله الإعلامية التكاليف والأمور والحلو بالموضوع أنه كان يعني خلال مسيرتنا هذه في البرنامج هذا أنه كانوا فيه أشخاص معنا مختصين أنه مثال يسوون دراسة جدوى يعطوننا نصائح الشيون نسوي الخطة كاملة حق المشروع وشيون نقسم قيمنا مع أهدافنا وشيون نخلق رؤية لمشروعنا وأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى يعني اليوم نقدر نقول أن هذا البرنامج مقتصر فقط على النظري يعني الحلو أن أنت نظري ويعطونك العمل وأيضا ووفروا لكم كل المختصين اللي ممكن يساعدونكم علاقة في الخطوات الأولى طبعا عجب هل تحس أنه مفيد أنه من فترة إلى ثانية أن أنت تلتحق أو غيرك من الشباب يلتحقون في مثل هذه البرامج يعني سواء كنت تبتدي في مشروعك أو مبتدي خالص طبعا يعني وأنا أنصح أي شابة الحين مثل هذا الإعلان الذي قدمه الهيئة العامة للشباب ومشكورين طبعا ومع شخصية جدا عظيمة يا رب برحمة يعني أتوقع مساحة كافية أنك تخلق مشروع أنت تحبه يعني سهلوا وقصوا عليك مشوار سواء مادي أو سواء أنك تبحث عن شخص مختص يساعدك في مشروعكهم اختصوا عليك هذا المشوار فكل الشكر للأمانة اللي هي العامة للشباب ويمكن أنا يعني سعيد أني شفت هذا الإعلان أمانة أني استفدت من الخبرات اللي موجودة وتعلمت من المعلومات أنت قلت مساعة أن أنت تعتبر ولد الهيئة يعني ما هو غريب عليك أكيد هذه الأجواء والبرامج المتميزة اللي يقدمون هذه الهيئة وهم يعتبرون من أكثر الهيئات بصراحة تميزا ونشاطا اليوم من بعد وجودك وانت تعتبر ولد الهيئة ما شاء الله علي انطلقت في القطاع الخاص ونقول بديت أول خطواتك فش كثير هذا فايدك يعني وجودك في هذه الهيئة وفترة طافت ممتاز القطاع الخاص شوي مثل ما يقولون يبي إلى شجاعة ليش الشجاعة أنك خلاص أنت تتحمل مسؤولية نفسك عندك أجار عندك موظفين عندك معاش لك أنت شخصيا والتزامات يعني لازم أنت تعمل بالشكل الصحيح علشان أنك توفر هذه احتياجاتك الشخصية واحتياجات الموظفين والعاملين معاك فقطاع الخاص يعني دائم لازم تكون أبديت لازم بكل شيء الأحداث العالمية الأمور الأشياء التي تنزل السوق بشكل جديد فلازم تكون معاهم وتواكبهم علشان تقدر تمشي وتطور على مشروعك اللي ملاحظين علي دائما الشباب لما يفكر أنه بينطلقت مشروعه أو يكون مميز يفكر على طول أنه يروح للقطاع الخاص يعني ما يفكر مثلا أن يكون في الحكومة في القطاع الحكومي يكون مثلا قيادي أو موظف مميز فليش التوجه دائما يروح الشاب للقطاع الخاص؟ يمكن أن القطاع الخاص يحمس شوي يحمس الشاب أو الشاب أنه على العمل على العلاقات سنقول ربح والخسارة ساعات صد أنها تعور بس حلوة يعني تعلم الإنسان مهما تكون تجارب هذه تكون لها في حياته وخاصة إذا كانت في عمر صغير هذه جدا تفيده وطبعا الجانب الحكومي له إيجابيات كل شخص يجب أن يكون عارف قدراته طبعا هناك شخص يقول أنا قدراتي والله يكون قيادي في الجهات الحكومية ويمكن يبدع في الجهات الحكومية ويوصل إلى أعلى المراتب والمستويات وكذلك في الغطاع الخاص ونرى يكون شركة عملاقة فأيه قدرات فبس كل شخص يجب أن يعرف شنو ميوله شنو توجهه شنو أهدافه وقبل كل شيء يجب أن يخطط صح حياته ويعرفه وين ماشي يعني مهم أنت تعرف شنو هوايتك أو شنو طموحك وشنو هدفك في الحياة وتعرف ترتب هذا الحلم عدل بحيث أنه يكون لك مشروع فاليوم أنت من بعد انضمامك لهذا البرنامج انطلقتك يد في مشروعك شنو يخلاك تروح لهذا المشروع شنو يشدك فيه ولما نعرضت هذا المشروع فيه البرنامج شو كانت الأصداء وأمانة أنا من زمان أعمل في مجال الذهب والله الحمد أني شركة الذهب أموري طيبة في مجال الذهب لكن حبيت أني أدش على المجال التعليمي في الذهب أني أسوي دورات تعليمية في مجال الذهب وشون للدخار والناس يتعلمون للدخار بالذهب فهذا الشيء الذي شدني ويوم شفت إعلان الهيئة العامة للشباب قلت خلنا أسجل يمكن أن هناك شيء قائب عني أو أشياء يمكن أن نزلت وخاصة أنه أعيد وأقولها أن المحاضر بعد أمانة شدني قلت أنه سأخلق شيء جديد يعني أوكي الجانب السيل والبيع هذا شيء ثاني الآن جانب الدورات والتعليم يعتبر شيء ثاني مختلف مختلف أبداً تماماً عن العمل الذي قاعد أعمله فلا العمد من دخلت وكونت الخطة وسألت يعني كان في عدة أشخاص ومستشارين معانا أثناء رحلتنا في هذا البرنامج تعلمت منهم الكثير وخلقت يعني كذا أفكار عندي بعد تمام أنا الذي شد انتباهي الآن ليرات وسبيكة الذهب وأكيد أنا متأكدة الكثير من المشاهدين عندهم هذا الفضول يعرفون عن هذا السوق وهذا المجال سواء كان للدخار أو الاستثمار فبعد الفاصل رح نتكلم تفاصيل أكثر حول الذهب ومشروع الذهب رجعنا مرة ثانية مع علي مبارك وحنا كنا قاعد نتكلم قبل قليل شوي وخنا نقول له كان التسخين لكن الموضوع الصجي والله هذا اللي يبرك جداً اللي موجود اهتمام الناس الآن في عالم الذهب علي ونشوف سواء كان عنده ثقافة في هذا المعدن أو لا الكل يبي يستثمر فيه أو أنه يدخر فلو بس تعطينا نبذة بسيطة عن الذهب وشن بالضبط اللي سايره الآن في العالم وهو الآن مثل ما نشوف الأحداث يعني جداً عديدة سواء على الأحداث الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية يعني منهني الحرب بين الصين وتايوان مثل ما نشوف وكذلك روسيا وأكران يعني ما زالت موجودة وهذه أيضاً يعني من العوامل اللي تأثر على الذهب ليش ما شيل الكيلو بعد والله أي يعني نحن قاعدين ننطر مثل ما نشوف يعني أحد العوامل اللي تأثر على الذهب العوامل الجيوسياسية اللي هي الحروب والأزمات كذلك عندنا العوامل الثانية اللي هي الاقتصادية يعني شفنا تصريح الفيدرالي يوم رفع الفايدة كذلك هذه أيضاً تأثر على أسعار الذهب فإحنا الآن بين البيانين يعني الأسبوع هذا يوم الأربعاء تحديداً عندنا بيانات التضخم الأمريكية أيضاً هذه راح تأثر على أسعار الذهب يعني اللي مهتم لازم يعني ينتظر بيانات التضخم لأنها راح يتأثر على أسعار الذهب كذلك نعم حق الناس اللي تشتري يمكن بالنسبة لها انخفاض سعر الذهب ممتاز لا نتابع تشتري الذهب لكن قاعدين نشوف الفترة اللي طافت مدري علي وانت أكيد أخبر في هذا الموضوع الانخفاض قاعدين نشوفها طول وهذا قاعد يخلي الناس وايد تخاف خصوصاً الناس اللي قاعد تستثمر بالذهب هل انخفاض راح يستمر ويستمر في خسائر؟ شوي أعظم نصيحة الحق اللي بيتدخر ما يهم إذا صاعد الذهب أو نازل لأن هذه الفلوس تكون فائضة عن الحاجة فإذا اشترى فيها ذهب وخلاها بالذهب يعني إذا بنرجع للشارت أنا أمانة مو موجود عندي يعني ما عرضت اليوم إذا بنرجع للشارت دائما الذهب بصعود يعني إذا بنرجع قبل تقريباً قنقل أربع سنوات إلى سنوات كان الكيلو يعني مو نفس السعر الحين الحين نتكلم في أزمة روسيا وإوكرانيا وصل إلى عشرين تقريباً عشرين ألف في أزمة كورونا وصل إلى عشرين ألف دينار كويت يعني هذا الآن عشرين ألف؟ الآن بسبع تعاش ألف وكسور تمام لكن بكورونا وصل عشرين ألف فاللي يبيتدخر ما يكون هاما يعني أنا أعرف ناس شخصياً بأز كورونا تمام يعني واصل كيلو عشرين ألف اشتروا لكن هذه الفلوس فائضة عن الحاجة الحين هم مو خايفين أن الذهب نازل لأن شنو فلوس فائضة عن الحاجة ويبونها للزمن ويدرون أن الذهب أول وتالي يبقى شنو؟ حافظ على القيمة ملاذ آمن يبرك فهذه يعني أحد المزايا اللي يتميز الذهب ومو بس يعني لو نلاحظ الدول البنوك يأخذون ذهب الكل حتى الأشخاص يعني اللي يأخذ ذهب لا يخاف لا يخاف نصيحة أبداً أيه اللي يخاف منه اللي تكون الفلوسة مو فائضة عن الحاجة يا ما تسلفهم يا ما أخذ غرض فهذه النصيحة لأ فلوسك خلها فائضة عن الحاجة واشتر ذهب فيهم هذا اللي يتكلم عنه شنو خليك مدخر قبل لا تكون مستثمر بالذهب صحيح أيه وأعتقد هذا اللي قاعد يصير شوية قلة معلومة من الناس أول ما يقررون يدخلون سوق الذهب على طول يفكر أن إذا شريف سواء سبيكة صغيرة ولا ليرة يلا متأ بيبيعها وبس يرتفع السوق يبيبيع لكن أتوقع أنتوا يمكنكم مختصين في هذا المجال والسوق دائما تنصحون لأخذك أو شيء مدخر صح بالذكر دائما على المدى البعيد أوكي يمكن شفنا حضرنا أزمات يمكن فارق معاهم ناس 300 زاد بالكيلو 400 دينار هذين الناس يمكن اقتنعوا بالربح هذا وباعوا أوكي عليها بالعافية اللي مقتنع بالربح وباع عليها بالألف عافية لكن في ناس يفكرون على مدى بعيد صحيح لأن هذه الفلوس يقول مثال عندي 18 ألف دينار اشترك فيهم كيلو وصعد الكيلو إلى 19 ألف دينار تمام وبعته يعني ربحها ألف وباقي المبلغ موجود عنده شونه يسوي فيه إذا أوه فائضة عن الحاجة يمكن يصرفها بأشياء يمكن مالها داعي صحيح ولا غلط فأغلب المدخري اللي يخلون الفلوسهم بالذهب إلى مدى بعيد طبعا نحن نرى هذا اليبرق الذهبي وجميل ولا محبينا وسوقه والناس تعشقه لكن نرى فيهم فريق ثاني وما أعرف إذا هو مظلوم أو مهضوم حقه مو مظلوم هذا كيلو الفضة كيلو الفضة يعتبر بعد الدخار تمام أنه فيه ناس قاعد يأخذونه كالدخار والحلو فيه أن الفضة شنو أنه كيلو كامل بـ 250 دينار يعني سعر الحالي والسعر متغير طبعا أي 250 تأخذ كيلو كامل الفضة الفضة لها مستقبل أي أقل بالناس يقولون لها مستقبل ليش لأن الفضة متعلقة بكل شي إذا افتحت المصانع بكامل طاقتها يمكننا الآن نرى أزمات سواء بالسيارات يمكن قلت الأمور التكنولوجية شوي قلت بس إن شاء الله نتأمل خلال الأشهر أو السنوات القادمة أنه نقول العالم يشتغل مثل أول ويرد الوضع طبيعي المصانع يشتغل بكامل طاقتها كل شيء داش فيه الفضة التلفونات الهواتف الكمبيوترات السيارات كل شيء داش فيه الفضة يمكن أن أحد الزملاء قبله شوي كان قاعد يسول فيه على سوارة فضة حتى الأساور داش فيها فضة بكل شيء فالفضة إن شاء الله إذا ردت الأزمة ردت عفوا الأوضاع بكل شيء تمام احتماليا أنها يصعد فيعتبر أيضا الدخار آمن وملاضة يعني الحين للمبلغ اللي ذكرتها علي يعني فيه فرق بين أنت تقول الكيلو بيوصل لعشرين ألف دينار وبين الكيلو الفضة تقريبا بحروة الميتين وميتين فهل إذا هبط سعر الفضة ممكن يعني يخسر الشخص فيه وايد والارتفاع هل ممكن يتدوب الوائد وهو نفس الفكرة أنت لا تشتري شيء إلا إذا تكون مدخل لا يعني مو فلوس والله أنت محتاجهم إذا محتاجهم نصيحة لا تأخذ لأن المعادن سعرها عالميا على الأرض والطلب يعني صارت أزمة يمكن يصعد السعر فوق ما صارت أزمة الوضاع الطبيعي يمكن ينزل صحيح ولا غلط فلا تكون أنت حاط أمل أنه بعد يومين أبي أبيع يعني شوية هذه المضاربة للناس اللي قاعد يضاربون يعني فيه ناس الله يرزقهم لكن قاعد يتعبون لازم يتابع الأخبار والبول وإذا بيبيع ولا بيشتري فشوية فيها على قراتهم فيها تعب وجهد صحيح فدائم تفكر أنت كمدخر أنتك فلوس فائضة عن الحاجة اشتر فيهم فضة أو ذهب على حسب إمكانياتك وفلوسك واشتر فيهم وخلهم للزمن نعم نحن نرى خيار الذهب وشفنا إذا أنت من محبين الفضة أو عندك هذا المبلغ المنطقي بصراحان يشوفه بقدرة الجميع تقدر تأخذ لك كيل وفضة لكن نحن نرى حتى في موضوع الألماص ويأخذون هذه الأحجار ويقول لك أخذها وعدها كأدخر يعني حتى البلاتيني فأنت شرائك بين هذول كلهم اللي ذكرناهم كلهم يعتبرون ملاذ آمن وما في أي مانع أن الواحد يدخفهم ولا بالنسبة لكم تتفاوت ممتاز الألماص ما يعتبر ملاذ آمن لأن شوي سعرها يختلف أو حسبتها تختلف مو نفس المعادن يعني الثمينة اللي دايما نذكرها الذهب أو الفضة أو البلاتين البلاتين أوكي يعتبر ملاذ آمن بس أيضا أقوى أثنين اللي نشوفهم بالدامة هذا أولي خلاص وصلت يعني بين الذهب والفضة تمام هو سوق جميل ومجال رائع وشفنا نحن طفرة ووعي كبير في هذه الثقافة في خلال فترة علي تركرونه الناس تدري يوفرت وما في أقصاد ففي مكان ويد ذكي أن نستغل هذا الفائض أن يستثمر بس بعدين شفنا الناس ويد قاعدت تتائل تقول لك أنا ما ودي أشتري سبايك أو ليرات وخزنها لأن تدري راح يدوشون موضوع الزكاة ولازم ينتبهون متشارة وهذه الأمور هذه كلها لذلك نبضى أن نخلي الناس لا تفكر وعيد في هذا الموضوع العمليات ممكن تكون بسيطة وأسهل من شذي ويدخلون في هذا المجال ويدخلون في هذا المجال ودائما أنا أنصح أن لو يسألون مختصين تمام أفضل لهم يسووا لهم حسبة معينة في لها حسبة معينة بحيث أن يحققون أول شيء التغابط الحكمي ويحققون أشياء ثانية لسالفة الزكاة وغيرها من هذه الأمور فلو يسألون مختصين أفضل لهم يشرحونهم نعم الادخار قبل ذكرت ونقطة وايد مهمة وجميل أن الناس تركز عليها أن أنت إذا تستثمر في هذا المجال استثمر بالفايضة التي لديك وعادة أن الناس تقول لك الادخار يهذب سلوكي الاستهلاكي وأنني أنا مصرف الزايد التي لدي فتشوفها بفعلا هذا أفضل طريقة بدأت لاحظة فلوسي بالبن طبعا شوفي البنقر أروح أسحب على طوال طبعا شوفي أعظم نصيح أن لا تخلي كاش عندك إذا خليت كاش عندك ما تحس بنفسك وخاصة يعني إحنا ما شاء الله نشوف الكافيهات بكل مكان وأنا طالع ما أحس بنفسي طلعت الكاش السوق والله يذبح أو السوق يعني وقت ما يسوون تنزيلات والأمور هذا أشياء تغري يعني الشخص أو نقول المستهلك أنه ما يحس بنفسه ويشتري يعني أول ما ينزل معاه شيء يصرف فلوسه صحي فإحنا نرجع لنا شنوم أنه لازم أنت عارف احتياجاتك أول شيء طلع احتياجاتك كاملة من فاتورة تلفونك ليه قصد سيارتك أي شيء بنزينك اكتب لازم تكتب تعرف مصاريفك كلها هنا نرجع على موضوع تهديب النفس إذا علمت نفسك تأخذ فيه ليرات وعلى حسب ميزانيتك يعني فيه ناس يقولون نحن نأخذ ليرات فيه ناس يقولون لا والله نأخذ سبائق فكل شخص وعلى حسب معاشا ويعني وضعه صحيح فهنا نرجع على موضوع تهديب النفس أنت إذا عرفت كيف تصرف فلوسك وين قاعد تحطهم أنت هنا عرفت كيف تسيطر على نفسك صحيح مو والله مع كل تنزيلات رح تشريت أوكي فيه ساعات أشياء حلوة وإنت احتياج لك اشتر أما فيه ساعات أشياء ما نحتاجها نأخذها ونخليها بالبيت بما نحط ماسك علي بيدك الليرات الليرات هم مجال مختلف تماما نقع نشوف اهتمام البنات خصوصا حتى ترى الصغار نشوف ما شاء الله حتى البنت إذا كانت لحدها زال طالبة أو ما عاشها قليل نقول لك حتى لو أشتري هل هذا بالنسبة لك يعني ما يمنع أن يكون الدخار خصوصا في الليرات على ثلاثة ثلاثين دينار وانت صاعد على توصل صح للأعلى شوف قلت يتوى حتى طلبة الجامعة لا حتى اللي أصغر من طلبة الجامعة اللي بالمتوسط والابتدائي الثانوي اللي من أصغارهم عيالهم يعني نشوف هذه قدامنا حصالة طاحت الليرات تمام قلوبنا نلمو إياك نشوف لو كل شهر أنت تأخذ الليرات وتخليها يعني إذا في ناس يخصصون مبلغ حق عيالهم معين يكون تمام ويضع لهم ليرات كل شهر أمورهم طيبة تكون الطلبة اللي في الجامعة كذلك اللي يطلعون من يعانتهم وأمور خذلك ليرات وخذلك معها حصالة وخلها تمام الحصالة فكرتها تشجيعية اي والله إذا كنا تربيا مول الحصالة ونحن نيمع فيها وآخر شي نأخذ الفلوس اللي أصغر من طلبة الجامعة حتى الموظفين يمكن فيه موظف يقول أنا أمكانيتي 130 130 أخذ فيها ليرة 120 تقريبا هذا الرينج يعني صحيح أخذ فيها ليرة وسولك يعني مثل ما يقولون حصالة الذهب وحطها في من الأشياء اللي تعلمتها وسجلتها عندي في برنامج مفاتيح النتاج الابداحي سميتها الحمية الذهبية الحمية الذهبية بس هذه الحمية يعني هذه المتعودين عليها الحمية شنو الضعف لكن عميتنا ذهب يعني تمتن بذهب مثل ما يقولون الله يعني دايت قصدك الله عليك خليك سوي مثل يعني شون برنامج عندك أنت أنه والله أنا عارف كل أسبوع شنو مصاريفي وشنو أموري مثل يعني الدايت شون أنت شنو تاكل وشنو أمورك صحيح سوي لك خطة كاملة وطلع مبلغ معين واتدخر فيه الليرات أو سبارك السلام الله إن شاء الله يرزق الجميع علي وإن شاء الله يارب نشوف هذه الثقافة منتشرة بين الناس ونشوف الوعي الجميع قبل أن أختم معك علي إذا أريد أن توجه بس كلمة أخيرة أو رسالة حكي كلمة مهتم في هذا المجال وده يدش في مجال الذهب النصيحة الأخيرة أول نصيحة إذا نتكلم عن الموضوع الأول تكلمنا فيه دائم أنصح أمانة أن الشباب يعني فيه المساحة موجودة بس تابعوا الجهات يعني الصح والأماكن الصح ودائم خلوكم بحالة تعلم تعلموا سواء في مجالكم أو مجال ثاني كل ما رح يضيف عليكم يكون محصول لكم في حياتكم وفي سي في مالكم أما نصيحتي فيه الذهب ادخل بالذهب وأول ما تأخذ أول قطع الذهب تمام رح توصل إن شاء الله حق الكيلو اللهم مامي الله يسمع إن شاء الله منك يا ربي حوار جميل وممتع معك علي وعطيتنا دفعة جميلة إيجابية ونظرة مختلفة للتعامل مع المال وفعلا نعتقد الإنسان الواعي رح يعرف كيف يتصرف في أمور المالية عدل ويستثمرها في المكان الصحيح شرفنا يا علي اللي توفق لك كان معنا في هذا اللقاء علي مبارك مشارك في برنامج المفاتيح الإنتاج الإبداعي ومحلل أيضا في المعادن الثمينة من بعد الفاصل رح يكون عندنا موضع مختلف نخلكم معنا